السلام عليكم يا أحلام تابعين بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وما تنسوش دعم الفيديو ده باللايك لأن اللايك بيخليه يوصل لأكبر عدد من الجمهور والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو أول مرة بتشوفونا يلا نبدأ على طول في العصور الأديمة عاشت عشيرة الجنيات الأسطورية في أرض شوانج هوانج كل اللي في العشيرة تولد وبقوة سحرية كبيرة من ضمنهم كان هي لونج التنين لسود الأسطوري اللي اتولد بقوة الفوضى وقوة اللالون يعني كل القوى السحرية قدامه ولا حاجة ويقدر يتغلب عليها في غمضة عين هي لونج كان عاليف جدا بطبيعته وكمان كان الأقوى في عالم الجنيات زعيم عشيرة الجنيات جين جو كان خايف من قوة التنين الأسود هي لونج وكان عاوز يتيله فدخل معه في معركة قتالية شارسة جدا استمرت مئات الأيام لغاية ما انتهت في الآخر بموت جين جو زعيم العشيرة في المعركة دي باي لونج صديق هي لونج المقرب ضحب نفسه علشان يحميه ولما مات باي لونج التنين لسود اشتد غضبه واعلن نفسه ملك العوالم الثلاثة وحاول صحراء شوان هوانج وختمها بقوة سحرية علشان تبقى مملكته وقتها ظهر عشيرة جديدة وعلى مر الميت ألف سنة كان هي لونج ختم الشياطين تحت الأرض في الليل آبدي ما بيشوفوش نور الشمس أبدا وباوي يعانو على مر أجيال من ألم التحول لحجر مجموعة بامد الجنيات الأسطورية تم اعتبارهم خوان علشان كانوا ضد هي لونج واستقروا في أرض جديدة وعاشوا في مأمن عن العالم في الوقت اللي كانت عشيرة الروح البحرية تم استعبادها وبعد حارس البوابة بين العوالم الثلاثة هي لونج كان بيحكم حتى البشر وعبرهم على التعدين والبحث عن الحجر الأحمر الدموي ويسلموا منه كميات كبيرة كضرائب بس كان بيتم تعذبهم ويهانيتهم طول الوقت ما كان لهمش أي أمل ولا مهرب من هي لونج وشره ومش البشر بس اللي كانوا بيعانوا ده كل العوالم الثلاثة كانوا بيحلموا باليوم اللي يخلصوا فيه من هي لونج ويعيشوا في سلام من غير تعذيب وقمع بتشوف شوانت شاي واحد من أتباع هي لونج ووصل مدينة شين دو وكان بيتبعوا سحابة من الظلام والشر على مرمى البصر والملك شين كان في انتظاره أصلا ونجهز له الجزية واللي كانت عبارة عن كمية كبيرة من الحجر الأحمر بس الملك كان الآن ومش مرتاح أبدا للموضوع ده لأن كل مرة بيزيد فيها الكمية المطلوبة والتعديم في الجبل بيأثر على حياة الناس وبالتالي هيكون في خطر وجينج الأمير كان معطرب بقى على المبدأ كله من الأساس وليه هم كبشر لازم عليهم أنهم يخدموا عشيرة النبلة وجمعوا لهم كل الأحجار دي ويستحملوا الإهانة بس قبل ما يكمل كلامه كانت شاند دخل الأصر وبيسلم الملك مرسوم من الملك هي لونج بيطلبوا فيه بزيارة عدد العمال في منجم الجبل وبيفرض عليه أنه لازم يسلموا كل شهر ألف صندوق من الحجر الأحمر الملك شين بيستغرب هيوفر إزاي كل الكمية دي من الحجر الأحمر كل شهر وأصلا كل تسعة من أصل عشر بيوت في المملكة بيشتغلوا في المنجم معنى كده أنه علشان يوفر كل الكمية دي لازم أنه كل الشعب الكبار وصغار يعيشوا ويشتغلوا في المنجم ليل ونهار طب مين اللي هيزرع ويحافظ على الإنتاج في المملكة؟ ولما الملك شين بيقول كده لتشان تشان بيحلهاله وبيقوله أنه يهجم على المملكة المجورة ويقبض على شعبهم ويكبرهم على العمل في المنجم ساعتها شين بيفهم أنهم عاوزين يتسببوا في حربه وصفك للدماء بين البشر وخلاص وطبعا ما بيوافقش على كده هو كل اللي يهمهم أنه يحافظ على شعبه والمملكة تزدير بسلام مش بدم حد تاني شين بيفاجئت شان وبيستلم مندر السلام وبيرميها في النار يحرقها وبيرفض أن يخدم النبلة من الجنية التانية بساعة النصر اللي مع تشان بيهاجم الجنود فو جينج بيرمي بالسيف يصيب ويوقعه على الأرض فتشان بيغضب وبيرمي السيف بقوة على وو جينج علشان يقتله انتقاما منه بس الملك شين بيمسك مقابض السيف قبل ما يلمس ابنه وبيهدب بيه تشان اللي بيغضب وبيمشي بعدها خمسة من أدبع هيلونجو اللي بيمتلكوا قوة سحرية رهيبة بيهاجموا جيش مملكة شين على الحدود زوري اللي بيمتلك قوة البرق والصواق بكهرب الجنود تي جاي اللي بيمتلك قوة النار بيولع فيهم وبيخليهم يتفحموا في سواني تي امي كان القوة لتشي أما جوي مو فكان القوة وهي السموم بيطلق سمومه على الجنود وشيزينج بقوة الفراغ بيوقف كل السهم اللي اتضربت عليه بساعة تبتظهر ليه ييوب قوتها الجليدية وبتجمد الجنود وتكسر تمثيلهم خسائر الجيش كانت كبيرة جدا في اليوم ده وياريتها انتهت عند الهزيمة ده بالليل بيتفاجئ ان قائد الجيش يتسلل لغرفة الملك وكان عاوز يقتله علشان يتحدى عشرة الجنيات وتسبب في حرب هم بلا يدفعوا تمنها ساعة أبو جينج بيقتل القائد وثاني يوم كان أبوه بيستعد للحرب وبيتكلم مع ابنه الأمير وبيقوله على عالم دو دي اللي موجود في أقصى الشرق وبتعيش فيه الجنيات اللي بتحكم عالمهم وبيتحكموا فيه ومن الصعب جدا على أي حد ان يوصل لمملكة الجنيات من شدة الصعاب اللي في الطريق الملك شين بيقوله ان الكل يفاكرين ان العرق البشر يتولدوا لخدمة الجنيات بس شين ما كانش مؤمن بالكلام ده ومقتنع انهم أحراره من حقهم يعيشوا برادتهم من غير ما يكونوا عبيد لحد وكل واحد لازم ان يحدد مصير بنفسه شين كان متحمس جدا وبيحلم باليوم اللي يوصل فيه لمملكة الجنيات علشان يزبط لهم قوته وانهم مصدعاف علشان يتحكموا فيهم مفحاتهم في الوقت ده كان فيه شغب وزحمة في المدينة وبنتعرف على جوه صديق الطفولة السي باي كانوا بيجروا هما كمان وسط الزحم علشان الحق يدخلوا من البوابة ساعة هستلا اللي مع سي باي بيوع منها التعبين اللي كان مصطدها بتخلي جوه يمسكها تاني ولما بيعرب من التعبان بيتلدغ وسي باي بتساعده وبتمسك هي التعبان بعدها وبيروحوا واحد من أطباء المدينة علشان يبيعولوا الأعشاب الطبية اللي جمعوها من الجبل وبفلوسها يشتروا أكل الباية الأيتام اللي سي باي بتعتني بيهم الطبيب بيرفض يشتري منهم الأعشاب وساعتها سي باي بتتحيل عليه لغاية ما بياخدهم منها بنص التمن وعليهم علاج للدغة التعبان اللي في إيد جوه بعدها بتروح علشان تشتري دقيق بس تتفاجئ ان الباية ضاعف السعر في لحظة لما بتتخانئ معاه جوه كان هيكسر له دراع علشان يبيع لهم بالسعر الأصلي وعندها كان الأمير وو جينجي بدورية علشان يتأكد من نزاهة الدجار وأنهم مش بيستغلوا الأزمن للمملكة فيها وبيبيعوا بأسعار مضاعفة علشان يعملوا صروة التاجر بيجر على الأمير يرحب بيه وبيأكد له أنهم بيبيعوا بسعر عادل ساعتها سي باي بتتدخل وبتشهد أن التاجر فعلا بيبيع بأسعار قليلة تهديد له يعني علشان يسيبها تشتري بسعر قليل سي باي لما بتشوف الأمير جاي دي كانت أول مرة تشوفه وبتستغرب أنه هو وجوه فولة وتأسمت نصين شبه بعض تماما المؤمنة سي باي بتستغل الفرصة وبتاخد كسين دقيق كمان ببلاش بس رجالة التاجر بيتردوها علشان ياخدوا منها الديق علشان ما دفعتش تمنه ولما سي باي بتحاول تهرب منهم بيدربوها هي وجوه اللي بيدافع عنها وبتصدى ليهم وبتظهر قوته ساعة الأمير وو جينجي كان ماشي في الشارع وشاف اللي بيحصل وبيقبض على السي باي بس هي بتغفل الحراس وبتضربهم هي وجوه وتهرب وتدد دقيق لجوه وتخليه يرجع هو لأطفال ويحميهم شوية وكان الأمير عبض عليها تاني بس هي بتتهمه أنه مش عادل ومسابة التجار الجاشعين يتحكموا فيهم وكمان جاي يقبض عليها هي ويسايبهم في الوقت دا كان وو جينجي سمع صوت والدته وبتطلب منه أن يرجع الأصر بسرعة ولما بيرجع عليها بيستغرب هي مستعجلة كده ليه فبتتكلم معاه وبتقوله يفتكر كل كلمة هتقولها له دلوقتي والد الجينجي مش بشرية عادية دي تبقى التعلى بالقمري من عشرة الجنبيات واسمها شين يو يريد بقى توقف الفيديو هنا وتنزل تعمل لايك علشان اللايك بيدعم الفيديو يوصل لأكبر عدد من الجمهور وما تعمل اللايك ارجع شغل الفيديو هتلاقييني مستنيك علشان نكمل باقي أحداث القصة يو يوم بتفكر جينجي بمسؤولياته كأمير لدولة شين وان اهم حاجة حماية الشعب علشان يعيشوا في امانه ودولتهم تكون قوى بتقوله ان لعشان يحقق كل اللي بيقول عليه ده مش هيقدر يهزم العدو والواحده ابدا لان مش الشجعة الوحدها هي اللي تخليه ينتصر لازم قلبه الطيب وحبه للناس وإحساسه بمعاناتهم لما جينجي بيسأل عن السبب اللي بخليها تقوله الكلام ده فاجأة بنعرف ان شين يو عندها قدرة التنبؤ بالمستقبل وانها شافت رؤية انها تقوم حرب كبيرة هيخسر فيها كل شيء هي طبعا مش بتقول الحقيقة دي حتى جينجي ما يعرفش حقيقة ان امه مش من البشر العاديين اصلا بعدها كان جينجي قبض على الطجار الجاشعين وبيحاكمهم علشان يتعدموا بتهمة الخيانة لانهم بظلموا الشعب وخلفوا اوامر الملك وكان في واحدة فعالة بالجنيات بترايب الموقف من خلال المراهة السحرية فجأة السماء بتتميلي غيومه بيظهر تنين اسوى الضخم ساعتها الملك شين كان مستعد ولبس الدرع الحرب بتاعه ومع اثنين من السيوف الضخمة اثنين كان ركب عليه الخمسة السحريين اللي سبق وضبروا جيش شين وكان شيء اول واحد بيهاجم المملكة وبيزلزل الارض ومو بيهاجمهم بالضباب والمسموم وبيتر كتير من الجيش وبيحرط زميله انهم يقتلوا كل الجنس البشري وقتها كان ملك دولة باي وكل جيشه على الحدوب بيستعدوا للهجوم على دولة شين علشان يسيطروا على المدينة ويوفروا عمالة للمنجم زي ما تشان كان عاوز شين يعمل ملك باي بيقوم رجيشه بالهجوم وبكده كانوا جابيتين ويتفتحوا على شين الناس بقى جوا المدينة كانوا بيزحموا على البوابة علشان يخرجوا ويهربوا قبل ما يموتوا في الحرب ولا يتقسروا وجوه وسي باي كانوا منهم وقتها كان الملك خارج من بوابة المدينة وبيطلب من الناس انهم يلزموا بيوتهم لانها اللي امن دلوقتي خروجوا من المدينة هيعرضوا من الخطر اكبر وسط الحرب الدايرة برا اسوار المدينة ساعتها جينج بينضم لابوه الملك وبيقرر ان يسندوا في المعركة ومش هيتخلى عنه ابدا علشان شين كان طلب منه ان يحمي امه والقصر والمدينة بس جينج كانت وجهة نظره مختلفة والملك بيخرج معاه للمعركة في الاول المعركة كانت غير متكفأ لان جيش شينج كان لوحده في مواجه الجيش باي وجيش هيلونج الخمسة السحريين بس شين بيبدأ ان يوازن الامور بقوة الغير عادية وما طلاش بشري عادي ولا حاجة زي ما كانوا فاكرين كان مع اثنين من السيوف الضخمة وكانوا متواهجين بالنار اول ما بيهجم بيهجم على موه بيضربه ضربة بسيفه ويقطع له ايده ساعتها موه بيحبسه في دوامة من الجراد السام اللي بيتغز عليه وممكن يقتله في ثواني بس شين ما كانش عادي وبسيف السحرية يقدروا انه يبطل التعويز ويقضي على الجراد وبينزل على موه بسيفه ويقطع له رجله وبيطعنه اكتر من مرة وبيرميه على الارض عاجز مش عارف يتحرك ساعتها بقى الخمسة كانوا بتفجئين وعرفوا انه شين مش مجرب بشري عادي منه بيمتلك القوى اللي تأذيهم بساعتها تيان شي بينزل لارض المعركة تاني وبيهجم على شين علشان يقتله في اللحظة اللي كان هيتل فيها موه ولما شين بتصدله بسيفه النار وبيهجمه تيان شي بيعزز قوته وبيرميه بقوة على صور المدينة والكل بيفتكره ان الملك مات في الوقت اللي كان جو بيجري زي المجنون في شوارع المدينة والإسورة اللي في إيده بتتواهج كل شوية ودله على الطريق لغاية ما بيلاقي نفسه عند البورج في أرض المعركة كان الجنود عزمتهم قلت لما حسوا ان الملك مات تيان شي كان بيهجم على جين جاية تيلو بس مرة واحدة بيظهر شين من جديد وبيطلع انه تصدى القوة تيان شي ومحصلهش حاجة ولما شين بيدافع عن ابنه وبيحاول يقضي على تيان شي بتظهر قوةه الحقيقية ونبرغم يكونه من البشر اللي ان قوة تيان شي كلها مش بتحرق شعره من شين حتى فجأة شين بيفجر قوةه السحرية وبيظهر الطائر الكاري الناري يستحلي في ظهره وهو اللي بيحميه بيمد بقوةه ومن غضب السحرين الخمسة طاي جي بيرمي شعلة نار على جينج بس فجأة بتظهر شين يو بتحمي ابنها واول ما الخمسة بيشوفوها وبيعرفوها على طول وانها التعلم القمري وكانت هربانا من مملكة الجنيات طول السنين دي وكانت عيشة في عالم البشر كانت اختها زهرت الامر في الاصر في مملكة الجنيات بتريب وبتتفرج على المعركة واول ما بتشوف شين يو بتتفاجئ نفس الوقت بتفرح انها شافتها بعد كل السنين دي بس مش علشان اختها لأ قاد علشان تسلمها لهيلونج يعقبها على خيانتها ليه ومنضمامها للبشر شين بينادي على يو بيقولها تاخد بالها من جينج وتحميه وتفتكر اتفاقه ساعتها جينج بيسأل امه هي ليه بتمتلك قوة الجنيات وكمان احكاية الدرع بتاع ابوه يو بتقوله انها من عشيرة الجنيات وتحديدا من جماعة طائر اما بالنسبة لدرع ابوه موجود فيه سحر روح الطائر الابدي الدرع كان مخفف القصر الامبراطوري علشان شين يتحكم في الروح السحرية في الدرع بينزف دمه عليه واول ما دمه بيلمس السيوف السيوف والدرع كلها بتواهجه بالنار الدرع بتحرك لوحده وبيثبت على جسم شين ساعتها روح الطائر الناري بتندمج مع جسم شين وبتبقى جزء منه وقتها كل اللي في ارض المعركة بيشوف الشين هو طائر في السماء والدرع وبيعرفوا ان حيه بنتص دم شين ويحرقوا وبيبادلوا بقوة اسطورية ظهرت الامر لما بتشوف الملك شين بتعرف ان اسطورة سيد الحرب حقيقية لان كان فيه نبوة واسطورة بتقول ان سيد الحرب الحقيقية هيظهر تاني في عالم البشر وهو الوحيد اللي يقدر يتالهيولونج قوة شين اللي ظهرت فجأة دي بيبقى هو سيد الحرب المنتظر علشان كده لازم يتلوه فجأة في المعركة التنين بيهيج وبيظهر بقوة ساعة بتفجر كوة من الطاقة من قوة لالون واللي بتخلي الأجواء كلها رمضية ما فيش ولا لون ظاهر أو بين حياته وكل البشر على الأرض بيحسوا الضغط وألم شديد جدا كان الوحيد اللي وقف على رجله ما تأثرش بقوة لالون كان شين ياريب بات وقف الفيديو هنا وتنزل تعمل لايك لي عشان اللايك بيدعمنا اننا نوصل لأكبر عدد من الجمهور زي ما قلتانك قبل كده وترجع تكمل الأحداث هي لونج بيظهر فعلا وكان ماشي على الهوى بيقرب من شين وبيهجمه ولما شين بيحاول يطعنه بالسيف هي لونج بكل سبب بيحرك إيده بس فبيرمي شين على الأرض بينزف بس شين بيوقف على رجله تاني وبيهجمه من جديد هي لونج بتحكم في شين وبيرفعه من على الأرض وبيقوله ان الطائر الناري الأبد اللي ما تبد عليه ده هو سبق وهزمه من ستمائة سنة وعطاه له أجناحة وقدمر ريشه الناري ريشة ريشة ويامل ده تاني هي لونج بيظهر له درعين في ظهره عبارة عن رؤوس تانين بيخليهم يسيطروا على شين ساعتا كان داية دايرة الضغط وقوط اللالون عليه هو وشين بس هي لونج بيصيب شين في الوقت اللي جينج بيحاول هو وقائد الجيش النوم يكسروا حاجز قوة اللالون علشان يساعدوا الملك بس مش بيقدروا أبدا ساعتا بيتفاجئوا بزي يو وعم جينج وصل وسيف هو الوحيد اللي قدر يخترق الحاجز لأنه كان بيستخدم قوة لتشي الأخين بيتحدوا علشان يقضوا على هي لونج اللي بيتغلب عليهم الاثنين وبرغم أنهم أقوية جدا اللي أنهم مش بيقدروا يقزوه وهي لونج بيرمي شين بقوة على الأرض يصيبه ساعتا شين بيخاطب روح الطائر الناري وبيضحب روحه ودمه في مقابل أنه يستحوز على كل قوة السحرية ويعرفيه زي لونج شي زينج بيتقتل هو مع زي يو وبيحبسه في عالم الفراغ وبيستخدم ضده قوة التعذيب والزقاب السحرية زي يو بقى بيرميه بالسف السحر الأملاق وبيخليه يخترق صدره بس الشي زينج مش بيموت في الوقت اللي كان هي لونج لسه بيتقتل مع شين وشين بيقدر يجرحه ويخليه ينزف ومع أنه مجرد جرح في إيده إلا أن دي كانت المرة الأولى على مدار آلاف السنين إن حد يقدر يجرحه ساعتها هي لونج بيخليه رؤوسي التنينين تمسك في دراعات شين ويعضوه بقوة لغاية ما بيضمره الدرع السحري وبيطاعه أجنحة الطائر الناري ورشي الطائر الناري بيطير في كل مكان وزي يو لما بيشوفه بيعرف أن أخوف خطر كبير هي لونج بيرمي شين على الأرض وفاكر أنه كده انتصر عليه بس بيتفاجئ بشين بيوقف على رجليه تاني مع أنه خسر قواته السحرية وعاوز يهجمه من جديد ساعتها شين بيموت وواقف وزينجي بيستغل الفرصة وبيهجم على زي يو ويضربه ضربة قوية وبيخطفه يو بتنتقل بيجينج على قمة البرج وبيشوف روح أبوه الآخر مرة وهو بينصحه أن يعيش حياته كويسة بعدها يو بتلمس جبيته وبتنقله من قوها الروحية في نفس اللحظة دي لإسئلة السحرية اللي في إيجو بتتواهج ومغم عليه قدام البرج ساعتها كان بلك دولي باي وجيشه استغلوا الفرصة واقتحموا المدينة علشان يسيطروا عليها وبتقوم معركة بين الجيشين بيموت فيها جنود كتير وهم بيدافوا عن البرج ولما الأمير بيطلع البرج علشان يقبض على يو ويسلمها للجنيات ويكسب مكانته عندهم كانت يو عملت تشكيلة سحرية أصلا على الأرض ومحدش أخب باله منها ساعتها أختها ظهرت الأمر بتظهر وبترمي كل الجنود من على البرج والأمير لما بيلاقيها بالقوة دي بيترجعها أنها ما تئزهوش وهيكون في صفها ظهرت الأمر بتهاجم جنج لما يو بترفض ترجع معها المملكة وبتتريق على أنه ضعيف ولما بتحاول أنها تقتله يو بتحمي ابنها وبتعمل حاجز ناري بينهم وبيظهر في أديها خنجر سحري بتطعم بيه جنج في قلبه جنج في آخر أمفاسه ما كانش فاهم يا ليه أمه تقتله ويو جنج بتحرقه من النار لغاية ما بيختفه قدام الكل في الوقت اللي كان ببايا أخيرا لايجو أخدته على المخبأ بتاع أمه وكان فقد للوعي روح جنج بيشوف أمه بتفاهمه اللي حصل وأنها بتمتلك القدرة على التنبؤ بالمستقبل وكانت عارفة أن اليوم ده مسيره ييجي علشان كده عملت حسابها بما جنج تولد أخر الجزء من روحه وعاش حياة عادية على أنه جو وأنها طعنته قدام الكل علشان تثبت أن الأمير مات وتكمل خطتها وتنقذ ابنها في نفس الوقت ولما جسم جنج مات رجعت روحه كاملة ووعيه كمان في جسم جو جو بتنصح جنج أن يعيش حياته على أنه شخص عادي ويجرب صعاب الحياة وينسى أنه الأمير أول ما روح جو بتختفي جنج بيصحق في جسم جو ويلاقي نفسه ببيت باي وبتتفاجئ بيه بيتكلم لأن جو طول السنين اللي عاشها معاها ما كانش بيعرف تكلم أبدا بيسأل عن اسمها كان مدهي ومش متقبل الحياة اللي هم معايشينها على الأكر اللي كانت بتدهوله وأنهم تعبوا جدا على ما عارفوا يوفرون سايد تاجو كان عاوز يرجع المدينة علشان يدافع عنها ويحميها ولما بيقول كده الباي بتتري عليه بتقوله إذا كان الملك شين نفسه بكل قويته ما درش يحمي المدينة هتحميها أنت إزاي باي لما بتلاحظ النجوم مختلف عن الأول بيضربوه على رأسه وبيكتفوه لما بيفوق بيضربوه لغاية ما بيضطر يقوله النجوم فعلا بس ما كانش في وعيه بليل بيفكو نفسه وبيهرب من غير ما حد يحس بيه بيرجع على المدينة مسلين بيها علشان يخوفوا الناس والأمير بيجي يضرب شينه وبيجلده لغاية ما بيوع منه بيشمل عائلة الملكية كل ده وجو أو جنج بعيد بيتفرج ومش عارف يعمل إيه لأنه لو ادخل دلوقتي هيتعرفه أن الأمير وهيتقتل فبيستنى شوية وساعة عبيلاء قائد الجيش ومعه مجموعة من الجنود بيقتحموا المكان بعربية مشتعلة وبيتقتلوا مع الجنود التانيين ساعة جو بيستغل للفرصة وبيجري على المنصة وبيولع في جسد الملك شين وبياخد الياشم وبيهرب هو والجنرال وقتها كانت باي بترقبه وشاف كل اللي حصله وبتشكه في أنه مش جو صديق طفلتها جو بيخلي الجنرال يستخبه مع بيت باي وبيعرفه أن الأمير جينج وأن أمه هي اللي أنقذت حياته علشان يعرف يعيش وبيقوله على كل اللي أمه عملته الجنرال كان مصاب جدا ولو استمر نزيفه كمان شوية هيموت فيها بس ساعتها باي كانت وصلته بتعلجه وبتجيب له أكله وبتعتني به من غير ما تسهل عن شي في الوقت اللي كانت شان وصل للأسر وبيسلم الحاكم الجديد مرسوم بمضعفة كمية الحجر الأحمر لما الحاكم بيقوله أنه ما فيش عمالة كافية شان بيقوله يجنده الأطفال والشباب والأزواج منهم يعيشوا حياتهم في المنجم والأجيال اللي هتتولد هناك هيتمرانوا على العمل من صغرهم وتبقى فايدة ليهم بيكتشف النمو الشري للسعيش مع أنه فقط إيده ورجله ما كان الأمير كل شوية بيوفره حد علشان يأكله ولما بيأكل البنت الأولى دراعه بتانمو تاني في الوقت ده كان باي وجوه في الغابة بيصطاده وباي بتقعه فخ بالقصد وبتاخد بنده الياشمو وتسأله عن أصله وليه يراح المدينة علشان ينتيم للملك وليتغير فجأة بتفتكر أنه عمل كده علشان ياخد الياشمو يبيعه بسعر غالي ويشتره بيه أكل ولما برجعه البيت كان جوه بيحاول أن يتعود على الحياة الجديدة وبفتكر كلام أمه له وبالليل جوه أو جنجي بيلاحظ أن باي نايمة بتحلم بكابوس وكمبين عليها نخف جدا باي كانت بتحلم باليوم اللي قابلت فيه جوه لما كانت مش عرضها في الشارع وملهاش بيت وجعانة جدا وجوه هو الوحيد اللي بيساعدها ومن وقتها همالتنين ما تفرقوش خصوصا أنها بتعاني من مرض غريب كانت الإسورة اللي في إيه جوه هي اللي بتساعدها ويتخليها تتعافى باي لما بتفوق تاني يوم كانت بتحاول إنها تمسك إيه جوه علشان طاقة الإسورة تخليها تتعافى بس هو بيبعد عنها لأنه ما كانش عارف الحقيقة ولا فاكر أي حاجة من ذكريات جوه ساعتها جنجي بيخودها لطبيب المدينة علشان يعالجها بس وقتها بيتفاجه أن الجنوب بيجمعوا كل أهل المدينة ولما جنجي وباي بيحاول يهربوا الجنوب بيقبضوا عليهم برضو فجنجي في الوقت ده بيقولهم أن القانون بيمنع تجنيد الأزواق في المنجم بس الجنوب بيقولون أن القانون اتغير وما بقاش فيه فرق بين صغير وكبير كله لازم يشتغل في المنجم مهما كانت ظروفه وقتها جنجي بيضرب الجنود لما بيحاولوا يقبضوا عليهم بالعافية ولما بيمسك إيه الباي علشان يحميها أميرهم قوة الإسورة بتعالجها وبتديها من قوة السحرية لغاية ما بتتعافى وبعدها هم مفطريهم على الجبل بيظهر نمري مفترس بيحجمهم فجنجي بيخلي باي يطهر بيها بسرعة وهو يتصرف معاه النمري كان بيتحكم فيه طفل اسمه شاشا واللي بيستغرب من قوة جنجي وأنه يدري يلكم النمري ويضربه وكمان يتصدله وفي اللحظة اللي النمري كان بيهجم فيها على باي وجنجي بيحميها شاشا بينادي على النمري يخليه يتوقف عن القتال وبيمر جنود النوم يقبضوا على جنجي لأنه مقاتل قوي وبياخدوهم مع باي الناس المترحلين على المنجم لما جنرال بيشوفهم بالصدفة جنجي بيرميلوا رسالة يقولوا ما يقتلش حد وباي لما بتحس بالخب بتمثل إنها زوجة جنجي علشان ما حدش يتعرض لها الاتنين بيترحلوا على المنجم اللي كان في جبل الشمال ولو بيدخل المنجم ده مش بيخرج منه أبدا حتى بموته ومن أول ما جنجي دخل المنجم هو كان متمرد ومش عجبه حاجة كان قائل وزعيم المنجم هو وابنه يبقى شاشاء اللي شفناه من شوية ما كانش بيين عليه إنه شرير ولا حاجة بل بالعكس كان بيطامنه من حياته منها تكون أحسن من برة بكتير شوية وبيبدأوا الجنود يعملوا علامات على العمال الجداد وجنجي ما كانش موافع على إنهم يتعاملوا مع عاملة العبيد فالجنود بيكتفوه وبيعملوا العلامة على رأبته بالعافية علشان يبقى عبرة للبعين يريبا يتوقف الفيديو وتعملوا لايك علشان تدعونا إنه يوصل لأكبر عدد من الجمهور وبعدما تعمل اللايك يرجع زي كل مرة نكمل الأحداث شوية وبيدخلوا يعرفوا القوانين والأمور ماشية زي والقائد بيقولهم إن اللي يجمع الكمية المحددة إن الحجر الأحمر هو اللي ياخد نصيبه من الطعام وبعدما بيبدأوا شغل بشوية جنجي بيتخاني تاني مع القائد علشان ما أكلوش من وقت ما اترحله هنا بس باي بتبعده عنه وبتعديه قبل ما يتعاقب من جديد ولما بيجي وقت توزيع الوجبات كان الكل بيتخاني ومين الليل حياخد أكبر كمية الأول وما كانش فيه نظام أبدا ولما جنجي بياخد نصيبه من الأكل القائد بيضرابه وبيوقعه منه على الأرض وبيمنعه من الأكل باي فو بيمنع جنجي وباي وأصحابهم التانيين من إنهم ياخدوا حصتهم بحجة إن كمية الحجر الأحمر اللي جمعوها قليلة ساعتها جنجي بيتخاني معاه وبيدي لباي الأكل وبيقوله إنه هو اللي يتعاقب ومش هيكل إنما البقيه ما لهمش زن بيتعاقبه بداله ولما بيهين باي فو الجنوب بيدربوه وباي بيتدفع عنه وبتضرب بداله ساعتها جنجي بيفتكر وسيط ونصيحة أمه إنه لازم يتحمل صعوبات حياته الجديدة ويحاول إنه يعيشها علشان يكون قاوى تاني يوم بيبدأ جنجي إنه يشتغل أقوى وأسرع من الأول علشان يجمع الكميات المناسبة من الأحجار الغريب إنه باي لما كانت بتلبس جدار الكهف كانت بتحسه وبتعرف مكان الأحجار وبتدأ تكسر في الصخور علشان تخرجها لما بيجي معاد الغداء وجنجي بياخد حسطه وبيعود ياكل شوف واحد عجوز تعبانه ومش قادر يتحرك فبيروح يساعده ويتطمن عليه ساعته على عجوز بيقوله إنه بيفكره بشاب قوي كان هنا في المنجم من سنين وكان بيساعده برضو بيحكي له حكاية الشاب إنه كان بيساعد الضعاف وبيمنع أي حد يزيهم وكان بيحلم إنه يقضي على عشرة الجنيات اللي بيتحكموا فيهم وانه بعد فترة سيارة هرب من المنجم أول ما جنجي بيسمع إنه هرب بيتفاعل وبيتحمس إنه يكون فيه مهرب ومخرج سر علشان يهربوا منه هو باي بس لما بيسألوا على المهرب العجوز بيتعب جدا وباي بتعتني بيه على مجنجي يروح ينادي على طبيب المنجم ويعتقى الجد بيهد باي عصفر سحلي بيقولها إنه أنقاذه في المنجم من سنين وبيطلب منها تعتني بيه ولما جنجي بيرجعوا معها باي فو باي فو بيستغرب لأنه أول مرة يشوف الجد هنا فبياخدوا على أساس إنه يعالجه بس بيتفاجئ إنه رماء في قاع المنجم ساعتها كان جنجي شافه وهجم عليه عاوز يقتله لأنه أدرك إنه اللي بيتعب هنا بيكون نهاية الموت مهما كان مرضه وجنج كان حيرم باي فو من نفس المكان بس بيهدده إنه يبعد عنه إلا هيبلغ عنه الزعيم تاني يوم بيبدأ يوم عمل جديد وباي كان اتعبانة جدا تا جنجي بيغطي عليها وبيتفع مع أصحابه إنه يجبعوا كمية من الأحجار تكفي على أساس إنها كانت بتشتغل معهم بس باي فو بيعرف إنها مريضة وبيروح يحجمهم ساعة ها جنجي بيعرف بها منهم وبيستخبف ممره في الكهف وبيكتشف إن المكان ده خفي ومع إنه كانوا في قصة باي فو ومنوده لأنهم ما كانوش شايفينه بعدها بيظهر دوامة في السقف بينزل منها الجد وبيطلع إنه شخص السحري مش إنسان عادي ساعة ها جنجي بيطلب منه يساعده ينقص باي وهيعمل أي حاجة يقوله عليها في المقابل الجد بيسلمه دواء سحره بيقوله إنها لازم تاخد منه حباية كل يوم وهي مش هتتعب تاني ومقابل إنه يعيش كعبد جيد ومعملش شغب ولا مشاكل تاني طول ما هو موجود في المنجم بيتفاجئ جنج إن الجد عارف هويته الحقيقة إن العابير جنج يقوله إن الشاب اللي كان بيحكيله عنه قبل كده يبقى هو شين أبوه ولما جنجي بيوافق إن الجد بيسيب له هدية وهي عبارة عن تعويزة سحرية اسمها نار الفوضى بيختم على عيده الشمال ولما جنجي بيسأله عنها كان الجد اختفى بعدها باي كانت فائت وبترجع مع جنجي في الوقت المناسب لإن باي فو كان بيدرب أصحابهم وبيعذبهم بعدها كانت باي قالت لهم على قويتها السحرية في إنها بتقدر تحس بمكان الأحجار وكان إن بتحدد مكانها وهم يحفروا لغاية ما يخرجوا كمية أحجار كبيرة وبتمر عليهم سنين في المنجم كل يوم شغلة وجنجي كان عند وعده لجده بقى مسالم ومجي بيتخاني ولا بيتمرت تاني خالص في مرة كان فيه واحد من العمال مريض وما جمعش كمية من نسبة من الحجر وباي فو بيرفض إن يسلموا حصته من الأكل فجنجي بيديله من الحجر اللي معاه وبيساعده وهو كده كده جمع كمية كبيرة والكل بيستغرب لأن العامل ده سبق وسرق من جنجي الأكل وبيعملوا بطريقة سيئة وبيقولوا إنهم كلهم زي بعض لازم يساعدوا بعض علشان الدنيا تمشي وباي هي كمان بتعملوا دوع علشان تعالجوا من مرضه ويتحسن بسرعة قبل ما تبقى نهايته الموت جنجي وفريق أنوا أكتر ناس بتجمع كمية كبيرة من الحجر الأحمر وباي فو كان بيستغرب من كده خصوصا إن جنجي حاله تغيره وما بقاش يعمل مشاكل زي الأول فبدأ إنه يرائبهم بيسمعهم أمو بيحفروا في الممر وبيعرف إنهم بيحفروا نفق يهربوا منهم فباي فو بيروح يبلغ الزعيم عنهم والجنوب بيقبضوا على جنج وبيحققوا معاه جنجي بقى بيري بالطرابيزة على باي فو بيقولوا إنه كان بينقب عن الأحجار وبس وإن باي فو عاوز يقتله وبس الاكتشف إن الجنجي كان عارف إن باي فو بيرائبهم أصلا وعمل عليه الحوار ده علشان يوقع بينه بين الزعيم ساعتها الزعيم بيحكم بأنهم هيتأتلوا مع بعضه مع الوحش واللي يفوس فيهم هيكون هو قائد المنجم بعدها بقى بيدخولوا الحلبة بيتفاجوا بأملاق أزرق بيهاجمهم وفي الوقت اللي الأبلاق بيهجم على باي فو كان هيقتله جنجي بينقذه وبيبعده عن الأملاق ساعتها باي فو بيسأله هو أنقذوا ليه وابلما يكمل جملته كان الأملاق هاجمهم تاني ودرب جنجي ودمر له الدرع وبيتدور لباي فو بيخبطه وبيدرعه بس بيطير لآخر الحلبة وبيخبط في الجدار يوقع ميت ساعتها جنجي بقى في مجهة مباشرة مع الأملاق بيحاول يلاقي له نقطة ضعف بالغاية ما بيطلع على رأسه وبينزل ضرب فيها بصخرة بس الأملاق مش بيتأثر في الأول بس مع تتالت ضربات جنجي بيلاقي أن ييده الشمال اللي فيها تعويزة نار الفوضى بتتوهي فبيضربوا بيها وبيمسك رمح يخليه كله شعرة ناره وبيطعنوا به الأملاق بيحس بالألم والهزيمة وبيدخل الزنزانة بتاعته وجنجي هو اللي بيفوز بالقتال ساعتها زعيم المنجم بيعين جنجي قائده بيحقق الأمنيته بما أنه فاز جنجي بيستغل الفرصة وبيقلل ساعة عمل العمال وبيحدد يوم أجازة كل عشر تيام عمل وبالليل بيروح للأملاق في زنزانة ويدي من الدواء السحر علشان أصابته تتعافى بسرعة وبيدي له أكل كمان تاني يوم لما بيجي معد الغداء جنجي بينظم التوزيع وبيفرض أن الكل يقفوا في طوابير ويأخذوا حصتهم واحد واحد من غير ما يتزحموا ويسرعوا الأكل في الفترة دي كانت إنتاجية المنجم زادت لأن العمال بقوا يرتاحوا أكتر وتشجعوا النوم يبزلوا جهده أكبر في العمل حتى اللي بيتصاب منهم بيقع الجوب سرعة في يوم كان المفروض أن الأملاق يدخل في قتال زي ما تعود والجنود كانوا بيستغلوه بس المرض بيرفض أن يقاتل حد زي ما جنجي اتفع معاه وقال له أنه كل الكائنات لها الحق في الحياة وإلى اللي بيجي له جمية أكل كبيرة بعدما بيمر الجنود أنهم يبعدوا عنه محدش يفرض عليه القتال تاني وعشان يسحل العمل على العمال بيأسمهم المجبوعات من أربعة علشان الضعيف ما يتظلمش وبقى الفايصل هو الكمية اللي كل فريق هيجمعها في يوم جنجي بيشوف الزعيم وبيتضرب على طاقة التشي وبيتفاجئ بقوته لأنه كان بيرفع كل التماثيل اللي في الساحة بسهولة جدا والزعيم لما بيحس بيبيرابه وبيهدده إن رأى عمل كده تاني هيقتله العملاق بيستنى جنجي يجيب له الأكل كل الليلة وشخصية جنجي كانت غيرت كتير عن الأول وبقى بيهتم بكل اللي حواليه وآخيرا بيعرف إن السري في علاج باي في الأسورة بتاعته بعدها في فترة كان في واحد إن العمال ماشي في نفق في الكهف لما بتفاجئ بشبح مخيم بيهجم عليه ويأكله بعدها في فترة مو مع الأمير تشو تشياو بيوصلوا المنجم وجنجي لما بيشوفهم بيخاف إن الشياو يتعرف عليه بس اللي بيخاف منه بيحصل أو إن الشياو بيشوفه ويتعرف عليه إنه الأمير ساعة عزعيم المنجم بيشهد بإن مش ده ابن الملك لأنه موجود في المنجم بقى له سنين وبين عليه إنه جبان وبعدين حتى لو كان هو مين فكفى إنه بيخدم في المنجم بقى له سنين ومش هيخرج منه أبدا إزا عم بيقولهم عن الشبح اللي بيخطف العمال ويأكلهم ويحذر جنجي من إنهم يقربوا من الممر اللي بيظهر فيه الشبح ولو مو طلبوا مرة لوحده ممنوع يروح له ماهما حصل باللباب يظهر الشبح المخيف والجنوب بيطردوه بس هو بيهرب منهم وبيهاجم الشياو بيهرب منه انفجأ بعدها إن الشبح المخيف ده هو نفسه جنجي وعملين المسرحية دي كلها بقى لهم شهور علشان يهربوا عمال المنجم من النفع السر اللي حفروه وبقوا مهربين دلوقتي أكتر من مئة عامل ولما بيطلب من أصحابه إنهم يهربوا علشان الحكاية تكشف ويجب أن يكونوا في أمان كلهم بيفودوا ويتخلوا عنه وبيطعن نفسه بيقول للزعيم إنه بيطرد الشبح وبيحاول يوبض عليه تصاب ساعة ابن الزعيم شاشة بيجي يطلب من أبوه إن يخرجه في الغابة زي ما وعده والأول هيروح لموه ساعة الزعيم بيتراب وبيحذره من إنه ممنوع يقرب من موه مهما حصل ولده وجنجي سامع الحوار وبيفكر في خطة مع نفسه في لوقت اللي كان يبقى يرجع سكانهم بيشوفها موه بيستشعر إنه جوها قوة غريبة وبيطمع إنه يتغذى عليها وبيطلب من شاشة إنه يجبها له يقولها تاني يوم كان شاشة في الغابة بدون إذن أبوه لما بيظهر الشبح وبيصيب حراسه وبيهرب منهم واحد بيرجع بسرعة للمنجم يبلغ الزعيم في لوقت اللي كان جنجي أبض على شاشة وبيعلمه الدرس علشان ما يكونش أنان وشرس ولازم إنه يعامل الكل باحترام متأدير جنجي بياخد العاد الأحمر من شاشة وبيسيبه متعلق لغاية ما يعرف حدوده ويتعلم الدرس كويس ويستغله في خطته والزعيم لما بيعرف بيؤمر الجنود إنهم يقلبوا الغابة ويلهوا ابنه في الوقت ده بقى شياء وبيقض على باي وبيحقق معاها علشان يتأكد من أن جنجي هو ابن الملك شين بس هي تنكر معلومة دي وبيتقوله إنه صديق طفولتها فبيضربه على رأسها يغمى عليها جنجي بيقول للعمال على النافق السري والمهرب من المنجم وبيهربهم كلهم علشان يكونوا في أمان وباي لما بتفوق بتلائمه قدامها وعاوز يتيلها ويتغزى على قوتها الروحية بس هي ما كانتش خايفة منه ولما بيهددها وبيخنقها باي بقوتها الحقيقة بتظهر وبتجمد دراعه ساعتها كان العمال خرجوا من المنجم وهربوا في الغابة جنجي رجع يدور على باي والعصفور بيدله على الغرفة السرية اللي هي فيها ساعتها بيستخدم قوت نار الفوضى وبيكسر بيها الباب الحجري وبيضمره جنجي بيتقاتل مع موب قوت نار الفوضى اللي في إيده الشمال وبيحاول أنه يقضى عليه بس موه برغم الحالة اللي هو فيها وأنه مش بكامل قوات المعهودة بيتصدى لجنجي وبيعمل درع من الطاقة بيحميه ساعتها جنجي لما بيعفى قبضة موه بيخدعه وبيطلب منه الرحمة علشان يقرب من القدر السحري وبيشحينه بشعلة من نار الفوضى وفي اللحظة المناسبة لما بيقرب من موه بيقوله أنه كان فرحان فيه لما مالك شين قطع أوصاله موه بيتعصب وبيرميه بكل قويته فجنجي بيفجر فيه القدر السحري والكهف بيتهدى عليهم ساعتها جنجي بيهربه هو وباي بس الزعيم كان وصل وقتها فجنجي بيفهمه أنه موه أكل ابنه شاشا بيوقع بين الاثنين علشان يقضوا على بعضه وبيتفرج وأول ما الزعيم بيشوف موه قدامه بيضربه علشان أكل ابنه بس وقتها الشاو بيفهم الزعيم الحقيقة وأن ابنه شاشا عايش وبخير وأن ده فخ من جنجي مش أكتر وبيقوله على الممر السر اللي بيهربوا منه للغابة ساعتها الزعيم بيقبوا التاني على جنجي وبيضربه علشان المؤامرة اللي عاملها ولما بيطلب منه يقوله على مكان ابنه جنجي بيرفض اللي إذا سابهم يخرجوا من المنجم بسلام وقتها الشاو بيظهر من تاني وبيهد الجنجي يقتل باي ولما بيجي يطعنها بسيفه وجنجي بيفديها وبياخد الضربة بدلها وساعتها بيظهر الأملاق الأزرق وبيحمي جنجي وباي وبيهرب بيهم من الجنود بس طبعا شاو يستحال يسيبه يهرب بعد ما تأكد إنه ابن الملك شين بيطرده هو والجنود في ممرات المنجم في الوقت اللي كان جنجي وبقىه خرج وخلاص والأملاق كان بيعطل الجنود وبتصاب بأسهم كتير جدا وبيحميهم وآخرها الشاو بيرميه برمح بياخترق جسمه وبيموت أول ما بيخرج من الغابة ومن ييته في إنه يشوف نور الشمس وحريته من تاني اتحاق مع آخر أنفاسه مو بيلحق جنجي وبيتمكن منه ولما الاتنين بيتقتلوا مو بيشوف في عينين جنجي نظر تشينه وبيقتله لما قطع له إيده ورجله كان مو من خلاص إنه ابن الشين يغضب أكتر وبستحضر قواته السحرية الأكبر اللي بتشكل فيهاية قفعة ضخمة سمة جدا بتلف حوالين جنجي وبتعصره لدرجة إنه مش بيقدر يتحرك ولا بيستخدم قوة نار الفوضى اللي في إيده مو كمان كان مصمم عاوز يعرف مين اللي بيحميه وإداله تعويزة نار الفوضى دي لإنها موجودة في عالم الجنيات وبس ساعتها بيظهر الجد ولما مو بيشوفه بيعرفه على طول لإنه واحد من كبار عالم الجنيات واللي خالف هي لونج ورفض حكمه ليهم والطريقة اللي بيتعامل بيها مع الكل يعني من الخوانة الجند بين الجنجي وباي لبوابة المدينة وبتظهر لهم ساعة هلام وساعة الجد وبتخدهم معاها للقرية السرية اللي بيعيشوا فيها في الغابة لما بيوصلوا بيلاه الجد في انتظارهم وبيعالج جروح جنج وبيخفي علامة المنجم اللي كانت على رعابته وبايه يا كمان وقتها الجنجي بيطب منه ان يساعده يكون أقوى علشان يكمل مسيرة أبوه ويحاقه من يوته بتحرير البشر من حكم الجنيات واستعبادهم ليهم بيعيده انه ينفس كل تعليماته علشان يوصل في الوقت اللي كان زعيم المنجم تشين قاعد بيبكي ابنه اللي مات فجأة بيلاقيه جايب ينادي عليه وبيعتزله عن كل اللي كان بيعمله على جنجي خلاص علشان هو اللي علمه الدرس جنجي وباي بيوصلوا القرية السحرية مع الجد ولأن باللحظة توصلهم وجنجي بيبدأ تدريباته القتالية مع شباب القرية اللي كان بيتحكم في قوة البرق والصواق وباي لما بتدخل مع الجد علشان يتكلم معها بتشوف سلاح عديم بيفكرها باللحظة اللي تأتل فيها أبوها واماها لما كانوا بيحموها واخفوها تحت البيت زعيمة القرية وكل الموجودين بيجو يرحبوا بجنجي وباي في الوقت اللي كان مو بيفكر في اللي حصل وان بالشكل ده يبقى جنجي هو الأمير فعلا وابنيوه تعلى بالأمر وبكده يكون الجد هو اللي نقله تعوزة نار الفوضى والأمور تعقدت كان مو يعرف سر القوة اللي بتمتلكها باي وانها القوة القديمة اللي في الحجر ولي بيدور عليها هي لونج بقاله مئات السنين عشان كده بيجبر البشر على التعديم في المنجم علشان يوصل للحجر ده ما عرفش ان الحجر السحري اللي بيدور عليه تحاول لبنت بشرية هي باي جنجي بيتعرف على المعلمين السحريين في القرية زي اللي بيقدر يتحكم في المية ووالله يضرب جنجي من أول بكرة ويوانيه متخصص الأسلحة ويادر ان يبتكر مسدسات وبنادق سحرية قوتها تقدر تكسر الحديد وبالله في الاحتفال جنجي بيتحداه في القتال شاب صغير جنجي كان فاكر انه يتغلب عليه بسهولة بس بتفاجئ ان الشاب دامع انه لسه يدوب 14 سنة اللي انه سريع جدا ويدرف لامح البصر انه ياخد العلامة اللي كانت معاه وبيلميه بصخرة كبيرة وبيطير في السماء وبيضربه وكل دا وجنجي ما كانش لسه عارف يستوعب اللي بيحصل بعدها باي بتطلب منه انه يمشوا من هنا علشان يرجعوا للأطفال بس الجنجي بيتفق معاه انه لما يبقى قاوى ويتعلم مهارات الجد هيرجعوا لمدينة سوا ساعة هلام بتيجي تعتزله وبتقوله على طبيعة الحياة هنا في القرية وانهم بيعيشوا مئات السنين علشان كده بيكونوا اقوية وبيمتلكوا قوى سحرية من ميلادهم ولما جنجي بيقعد مع الجد وبيسأله عن العلاقة بينه وبين امه الجد بينكر انه يوتي بقى بنته الكبيرة وبيقوله انها كانت تلمسته واختفت من عشرين سنة تانيهم جنجي بيبدأ تدريب مع المعلم زي في الاول جنجي بيستهن بقوته بس لما زي بيتقاتل معاه قوته الحقيقية بتظهر وبيعلم جنجي درسه في الاستعداد وان الحرب هتيجي على غفلة وعمر مخصمها يستنع لما يكون مستعد للضربة يا ربا توقف الفيديو هنا وتنزل تعمل لايك علشان اللايك ده بيدعمنا اننا نوصل لأكبر عدد من الجمهور يلا نرجع نكمل احدثنا باي لما بتلاقي تصاب بالشكل ده بتختفه بالليل علشان يمشوا من القرية بس الان بتمنعها وبتبعدها من القرية باستخدام الفراشات السحرية بس جنجي لما بيفو ومش بيلاقي باي بيروح يدور عليها في الغابة لغاية ما بيلاقيها وبيقناعها بالرجوع معاه لغاية ما بيكتسب القوى اللي تخليه تغلب على هي لونج وبيضي ايام طويلة في التدريب وبتصاب اكتر ممرة بس ده بيزود اسراره على ان يكمل للنهاية ويكون قوى جده بينصح انه يكتسب صدقاته واشخاص يساعدوه في مهمته لانه مش هيرى فيوصل لهي لونج الواحده ابدا واسنين من التدريب مش هتكون كفاية انها تخليه في مستوى قوة هي لونج وانه ما ينفعش يسيب الغضب يتحكم فيه ويامي بصرته وفي يوم كان جنج في الغابة بيجمع عشاب وبيشوف ووشية وبتخانق معلان فبيتدخل جنج وبيدفع عنها بما انها معلمته ساعتها بتون بينها معركة ووشية بيصيب جنج بصواعق البرق وكان هيقتله لولا ان الان انقذته ولما باي بتروح تقابل الجد وتشوف دبوسه لأزام السحري من تاني بتسأله عنه بقول لها انه بتاعه وانه له سحر اسطوري والله انه لو تم استخدامه صح يقدر يحدد مكان الشياطين بس مش بتقوله انها سبق وشافته قبل كده ولا حاجة مانا بتروح تقابل المعلم زي وتعرف منه ان فيه ظهرة سحرية في الجبل الجليد اسمها لوتاس الدم لها قدرات سحرية وبتعالج اي مرض ساعتها باي بتقرر تروح الجبل علشان تحصل على الظهرة دي وتعالج بيها جنج بس زي بيساعدها وبيطير بيها لغاية ما بيصالها للجبل لما بتلاقي الظهرة السحرية فعلا كانت لسه ما فتحتش تحط عليها نقطتين من دماء علشان تفتح وبعد كم ساعة كانت باي قربت تتجمد والزهرة فتحت ساعة باي بتاخد رحيط الظهرة السحر ترجع بيه بسرعة على جنج علشان يشربه ويتعالج بس في اللحظة اللي كانها يشربه خلاص فيها لان بترمي من ايده وباي بيغم عليها من الصدمة والتعب لما الجنج بيفحصها بيكتشف النام صابة بيسم مو وجنج لو كان شرب الرحق اللي فيه دمها كان زمانه تصب هو كمان به المفاجأ ان الجد بيعرف ان في جسمها قوة قديمة ومختومة بختم قوي جدا ويسبب في مرضها المستمرة وانها تتجمد بكنش في علاج لحالة باي غير حل واحد وجزء من قرن الينجشان الظبي السحري اللي في الجبل وده مستحيل لحد يعرف يوصله وممكن يموت فيها وان عشان يستدقى الينجشان لازم يكون مع عطر الحوت التنين اللي بيستخدموه علشان يتواصلوا مع بعض ساعتها الجد بيمنع اي حد من ان يسلم جنج قطر الحوت مع ما حصل وإلا يتعقب في الوقت اللي كان مورح مملكة الجنيات يقابل ظهرة الامر وبيقولها ان جنج عايش لسه ويحدد مكانه في القرية السرية من خلال السم اللي سبق وزرعه في كيس موباي بس ظهرة الامر بتعقبه وكانت هتقتله علشان ظهوره في المنجم هو لسهل لجنج الهروب ولولاك كان زمانها قبضت عليه من زمان الجد كان بيتأمل وفجأة بيشوف رؤية وان فيه واحدة بتقتل جنج بيستدعلانه وباتفق معاه انها تحمي جنج وما تفرقوش خالص اللي الجنج بيلاقي الان سابط له عطر الحوت في الغابة فبياخده وبروح على الجبل يدور على لينجشان اللي بيظهر له بعد شوية وعاوز يتغزى على القطر السحري كان شكله مخيف وجنج بيطلب منه جزء من قرنو في مقابل القطر بس ساعة الظبي السحري بيهاجمه وبيهرب منه وجنج مش بيسيبه فجأة ووشيا بيظهر وبيهاجم جنج عاوز يقتله بس لان بتظهر بقى وبتحمي جنج ساعة الظبي السحري بيهاجم ووشيا اللي بيساقه بصواق البرق وبيخليه على الارض مصاب بشدة جنج بيجرع عليه وبيعالجه وبيطلب منه يسمحه لان كل اللي كان عاوزه جزء من قرنو يعالج بيه باي اللي كانت بتحميه طول السنين دي فعلا الظبي السحري بيدوله جزء من قرنو وبيرجع على القرية في الوقت المناسب علشان تتعالج بيه جد وقتها كان بيفكر في حقيقة باي والقوة الغريبة اللي بتمتلكها ولي عليها الختم القوي ده والتاني يوم جنج بيشوف لان وهي بتتقاتل مع ووشيا علشان حاول يقتل جنج مبارع وبتفاهمه ان جنج مهم ليهم علشان يقضوا على هيلونج ويعيشوا حياتهم من غير هروب جنج لما بيستعيد عافيته بيكمل تدريب وكان قوته اكبر من الاول ولان بتعلمه عن قوة اللالون وناء وقوة في العالم وباقي القوة السحرية تعتبر ولا حاجة قدامها الوحيد اللي بيمتلكها هو هيلونج جنج مصمم ان يتعلم قوة يانشي علشان يوصل ان يحترف قوة اللالون علشان يبقى اوى من هيلونج ظهرت الامر بتدرك ان جنج هو سيد الحرب الحقيقي اللي يظهر في عالم البشر ويقتل هيلونج زي ما النبوة بتقول عشان تعرف كل المستقبل المخبي كانت محتاجة اين التنبؤ بتاعت ابوها وبتفتكر لما كانت في شبابها واتجهت لطريق الشر علشان تمتلك قوة اكبر في وقت اسرع وتبقى اوى من اختها ومن ابوها حتى انها بتمارس السحر المحرم يقول لما بتشوفها بتهددها وبتنصحها علشان ترجع على عقلها من تاني بس ظهرت الامر بتهجمه ابوه ما هو اللي بيمنعها من انها تأذي اختها ومن وقتها هي بتحس بالغيرة والحقد من اختها لانها كانت قريبة لو عنها لما ترجع للجد كان ابايا راح التقابله وبيحكي لها عن حجر القوة القديمة وان هو مفتاح البوابة من العوالب علشان كده هي لونج بيدور عليه وما يعرفش ان الحجر يتحاول لبنت صغيرة ساعة ابايا بتفتكر اللي حصل لابوها واما وهي صغيرة وبنكتشف ان ابايا واهلها من الشياطين وفي ليلة بيهجمهم مجموعة من الجنوب بس اهلها بيخلوها تستخبى تحت البيت نحظها ان الجنوب كانوا من مملكة الجنيات وكان معهم دبوس العظام السحري اللي بيحدد مكان الشياطين ويعرفوا مكانها بسهولة وبيقبضوا عليها ساعة ابايا قوتها بتخرج عن السيطرة لما بتشوف امها مأتولة وتجمد الجنود لغاية ما بيتكسروا وابوها في اخر انفاسه بيختم قواها السحرية وبيخفي حائتها ودنها المدببة بتحول لازن عادية كأنها بشرية وبيموت وسلسلة اللي كان فيها الحجر واماها كانت بتدهلها علشان تحميها ويعت يومها في البيت جدي كان عارب بالحدثة دي بس ما يعرفش كل التفاصيل دي لانه وقتها كان دابوس العظام مسروق منه ولما بيدور عليه بيعرف مكانه عارب بيوصل كان اللي حصل حصل وما فيش في البيت غير بواي جسس الجنود النمر حجر اختفى لجد ساعتها بيسأل باي هي مين بالظبط لانه اكتشف ان في جسمها قوة شي شواني لأديمة وهو المباي بتعرف من الجد ان دابوس العظام ده القطعة الوحيدة في العالم وهو اللي بيملكها انها بتتغير وبتبقى بلوند الجليل وبتهجم عليه لانها فاكرة ان هو اللي قاتل اهلها بس الجد بيخنها وبسألها ليه بتتتبع جنجي وعاوزة منه ايه بالظبط في الوقت اللي كانت لان شافت جراء ده على جنجي وعرفه ان مكان القرية تكشف ومو قريب جنجي لما بيروح لجده علشان يحذره بيلاقيه بيخنق باي فبيحررها منه وبيخدها وبيمشي من القرية علشان باي تكون في امان وتابع يشوف موه ومتوجه للقرية فبيرجع بسرعة علشان يحميهم منه وبو كان وصل للقرية والجد بيوقفه عند حده وجنجي بيتقاتل معاه وبيبعده من القرية بس المشكلة ما كانت شيفه مو بس لان بعدها بيظهر التنين اللي سود وعليه الاقوية التلاتة طايشي واثنين من فريقه بيهجموا القرية ولما الجد بيشوفهم بيطلب من جنج انه يهرب هو بس جنجي بيقرر انه يدافع عن القرية واللي فيها الجنجي بيروحي قابل زهرة الامر بيعمل تنين من الميا بيحربوا به ساعة هليه بتجمي تنين الميا وبتخليه يتكسر وزيه بيتهزم وبتعمل رماح من الجليب بترميها على القرية والكل بيحاول يلأولها مخبأ في الوقت اللي كانت زهرة الامر مع ابوها وبتعمل حاجز من الطاقة علشان محدش منهم يخرج منه ولاحد يدخل هي كان الجاية وناوية ما تمشيش غلما تاخد من ابوها قدرة التنبؤ اللي في عينيه وقتها هلان بتقاتل مع تيان زينجي وكان هيقتلها بس جينجي بيظهر وبيحميها وبيضربه قوة الطايشي فساعتها زينجي بيستخدم قوة الفراغ وبينتقل حواليه بكل سرعة في لمح البصر وبيسدد له ضربات قوية وبيرميه على بيته دمره وجينجي مش بيقدر يتحرك في الوقت اللي كان الجدي بيتكلم مع زهرة الامر وبيفكرها انها ما تقبلتش دروسه ولا تعليمه وما كانش عندها صبر وكانت عافظة كل القوة في أسرع وقت من غير تعب وظهرة الامر بيتحكم فيه وبتنقله لعالم الفراغ وبفتكر اللي حصل يوم ماعلنت انه خين علشان تاخد هي منصبه جينجي بيستخدم المدفع اللي عمله إياه وبيضرب بيه زينج وبيستخدم قوة لتشي بس زينجي كان قوي والضربات دي كلها مش بتأثر فيه لغاية ما جينجي بيضربه أقوى من كل مرة وبيشوفه بيتفجر قدامه بس فجأة زينجي بيتجمع من جديد وبيضرب جينجي تاني لغاية ما بيكسر له ظهره وجينجي مش بيقدر يتحرك من مكانه أبدا ولما جينجي بيشوف زينجي هو بيعزب باي بيصرخ بقوة وبنتص كل طاقة لتشي من المكان حواليه لغاية ما بيمتلك قوة اللالون وظهره بيتعالج تاني بس مش بيقدر يتحكم في كمية التقى اللي بتدخل جسمه وإيده الشمال بتتحجره بيوعى فقد الوعية أما كوار بتتحكم في أبوها وبتسيطر عليه بنبتة أكل الروح الشريرة ولما بيعرف إنها عاوزة تاخد عينيه بيحاول يضمر عينيه بنفسه بس هي بتكسره إيده وبتسحب قوة البصر والبصيرة والتنبؤ اللي بيتمتع بيها وبيبقى أعمى زينجي بقى بيتحدى جينجي وبيقوله إنه مش هتقبله ويستنى لما يبقى أعوى ويجي يقتله وبيخطب باية لما هو بيحبها كده ومهتم بيها إنها ممنوع تقرب له عشان عاوز جينجي يقتله لأنه يزهق من الحياة ونفسه يموت ومش عارف أبدا بس لما شاف قوة جينجي عارف إن الوحيد اللي يعرف يحقق له أمنيته أنا أمنيته بعد الوقت إنك توقف الفيديو وتنزل تعمل لايك لي علشان تدعمنا وتدعم القناة أهل القرية بيستخبوا في كهف سري كانوا مجاهزينه في الحالة دي وجينجي لما بيفوق بي لا إدراعه الشمال متصاب بشدة في مدينة الملك كانت المدينة مهجورة وفيها وحوش محبوسة لما باي بتشوفهم في الأول بتفتكرهم ناس عديين بتطلب منهم المساعدة بس تتفاجئ إنهم وحوش فوتهرب منهم وبتستخبع على ما يطلع النهار وجينجي كان مسلسل نفسه على صخرة في وسط المدينة علشان يحبس الوحش اللي جواه لأن وجينجي بتحركوا علشان يروحوا ينقذوا باي هم الاتنين ماشيين في الصحراء ومش عارفين الاتجاه اللي فيه مدينة الملك وقتها كان باي عملت فطير وبتوزعها على المساجين وبتفاجئ إن زي يو أخو شين واحد منهم وإن لما زينجي خطفهم المعركة الكبرى اللي مات فيها شين حبسوا هنا باي لما بتسأل زي يو هو من مملكة شين ما بيصدق يعرف إنها على علم المملكة وبيسألها عنها وأحوال المملكة أي دلوقتي بتقوله إن الملك والملكة والأمير ماتوا وتحرقوا فبينهاروا بيحس بالعجز إنه معرفش ينقذ أخوه وإيلته كوي أربا كانت بتستخدم قوة التنبؤ وعيون أبوها علشان تعرف الأسرار اللي مخبيها تعرف إن جينجي هو فعلا الأمير بن اختار راحلة وإنه هيكون سيد الحرب اللي هي تلهي لونج الشرير مو بيجي توسليها علشان تديله ترياي السحر اللي يرجع له كل قويته علشان يرجع لسابق عهده بس هي بترفض بتحدد إنه لو ما جاب لهاش كل المعلومات عن باي هي هتقتلهم كوي أربو مساعد الطايشي بيتخليه يعمل عاصفة رملية في الصحراء علشان تحبس جينجي فيها وما يوصلش للمدينة بس عدة هلام بتستخدم قويتها وتوجهها في الجو لغاية ما بيخرج من العاصفة وبيوصل لأبواب المدينة جينجي لما بيدخل المدينة بيلاقيها متهدمة ومهجورة من سنين وفجأة بيلاقي نفسه في وهم والشوارع رجعت لأصلها وفي اليوم اللي كان هيتم فيه زفاف الملك والناس كلها كانت فرحانة وبيستعدوا للاحتفال جينجي بيدرك بسرعة ندام مجرد وهم وذكرى سابقة في الوقت اللي كان باي بتعمل الفطاير علشان تقدمها المساجين وزينجي متسلسل لسه على قمة البرج وعلشان يخرج من الوهم ده بيستخدم قوة الصواق اللي سبق والدهال ووشيا وعلشان يحمي بيها لان عدق بيشوف عمه في زنزانة بس قبل ما يكلمه بيسمع صوت زينجي وبيتخانق كان بيشوف ذكرى زفافه ومش عارف فتكر اسم حبيبته ولا عارف يمين بيسيطر على باي علشان تقوله هي وكان هيخنوها بس جينجي بيصعقه وبيكسر السلاسل اللي مأيداه ساعتها زينجي بيقتله وبيستغرب انه جاي وهو لسه ضعيف حتى ادراعه لسه متعفاش فبيتفق معانا هيديله فرصة البكرة علشان يتقتله ولو ما عرفش يهزمه ويقتله هيقتل باي وجينجي بيوافق على التحدي ويطلب منه يحبسه في زنزانة عمو لما بدخل الزنزانة بلا عمو متأيد وبيستغرب هو ليه محبوس طول السنين دي وهو اصلا ممكن يحرر نفسه بكل سهولة زيو بيقوله ان دلعالم بره سجنة اكبر طالما اخوه مش موجود فيه وانه ما عندهش هدف تاني بعد ما فقد اخوه زيو ما كانش مسدق ان ده جينجي ابن اخوه ساعتها جينجي بيقوله على اللي امه عملته وازاي انقذته وبتأكد من كلامه ولما بيشوف الاسورة في الوقت اللي كانت لان بقوتها السحرية خلصت من العصفة وبتوصل للمدينة اما زينجي فكان محبوس في ذكرياته بيحاول افتكر اسم زوجته ومش عارف وباي بتستغل الفرصة وكانت هطيرها من المكان بس هو بيحس بها زيو بيساعة جينجي انه يتعافى ويكون قاو وبيعلمه قوة الطايشية علشان يعرف يتغلب على زينجي وبينقله من قوار روحية وبيعلمه ازاي يتحكم في قوة اللالوم انه يحافظ على سباته واستقرار مشاعره علشان ما يفقدش السيطرة زينجي لما بيخنوق باي روحها بتدخل واقع ذكرياته وبتشوف ماضيه كله كأنها موجودة فيه بتشوف مونر حبيبته البشرية اللي اختار انه يتجوزها يكمل معا حياته مع انه من عالم الجنياته ده مخالف لقوانينه بس هو مش بيهتم زينجي في ذكرياته برضو ما كانش عارف يفتكر اسمه مونر في الوقت اللي كان جينجي ادرك انه مفتاح امتلاكه قوة اللالون انه يكون قوي الاراضة علشان يقدر يتحكم فيها لان كانت وصلت المدينة وبتشوف الوحوش المحبوسة ومش عارفين يتحرره فبتستغل فرصة انهم محبوسين في النهار وتتأمل وبتزود قوة الروحية بعد المر بيه علشان تكون مستعدة وتحمي جينج جينجي كان بفضل تعليماته وتوجهات عمه وقدر انه يسيطر على قوة تشيه ويعالج دراعه وبقاوة من الاول في الوقت اللي كانت لان بره بتتقاتل مع الوحوش اللي هاجموا عليها ولما جينجي بيخرجي واجه زينجي كان الامر يتحول للون الاحمر وزينجي لما بيحرر قويته بقاوة بتشوف اللي حصل في يوم زفافه اللي تهاكن لكل فرحانين اللي زعمه بدخلوا للقلع علشان الاحتفال وفي لحظة اتمام التقوز بتظهر كوي آر وبتعقبه علشان هيتجاوز بشرية بتخلي تيان شوي يهدده وبعتلها وبتلعن زينجي وبتمسح ذكرياته عن لونر وبتحول الوحش لما الامر الاحمر بيظهر وبيفقد السيطرة وبيعتن اي حد قدامه حتى لونر هو اللي اعتالها بيده وبتخصب بالمدينة بتاعته الارض وبتلعن كل اللي فيها معاه مفيش حد هيموت ولا يعيش عقابا له على انه خالف القوانين ويتعلق ببشرية جينجي بيشوف الحياة بنفسه بيعرف السر اللي خلى زينجي يطلب منه قتله لانه ما كانش عارف يكسر ختم اللعنة وفي الوقت اللي زينجي فقد السيطرة وكان بيتل في كل اللي حواليه كان هيطل طفل صغير كان خايف منه بس لونر بتحمي الطفل وهي اللي بتموت بداله وزينجي بتجنن وبتحبس في لعنته دي مئات السنين ساعتها جينجي بيخلي لان تروح مع باي غرفة لونر علشان تساعدها يفواه زينجي من اللعنة وبيتقاتل معاه اما زيوه فكان بيستعيد قوار روحية علشان يعرف يساعد جينج ولما زينجي بيهاجم جينجي بالزئاب المميتة كان جينجي قوي جدا وبيتصدى للوهم بتاعه لان با بيتفاجئ بسيف اسوى تدمر الوحوش اللي كانت بتعجمهم وبتستغرب مين اللي ساعدهم في الظلام ده ممكن يكون حد من الشياطين خلينا نكمل واحنا نعرف قريم برضو قبل ما نكمل تعمل لايك للفيديو علشان تدعمه انه يوصل لأكبر عدد من الجمهور ويلا نعرف الحقيقة زينجي بيستفز جينجي علشان يستخدم قوة اللالون علشان يكسر ختم اللعنة ويحرره من ألامه زيه وبينضم للمعاركة وبيحاول ان يتغلب على زينجي بس مش بيقدر لانه يستهلك جزء كبير منطقته في علاج جينج ولما جينجي بيطعانه بصف قوة شي مش بيقدر برضو يموته لغاية ما في النهاية بيسلسل جينج كل ما بيضغط عليه كل ما كانت قوة جينجي بتزيد وبيفتكر لحظة موت ابوه على ايد فبيفتكر السبب الحقيقي اللي خلاه يمشي الطريق ده علشان يحاق العدالة وينتعم من هي لونج علشان ده يحصل لازم يقدر على كل العقبات اللي في طريقه وزينجي واحد منهم ساعتها بيتحكم في قوة لالون وبيهاجم زينجي باستمراره وبيطحنه ضرب وقوة لتشي جينجي بيمتص كل الطاقة من المكان حواليه وبيرمي زينجي على الارض والنار ماسك فيه ومش بيرضى ان يقتله زي ما هو عاوز وبيقرر ان يحبسه في نوم ابدي ساعتها باي بتظهر بسبزفاف لونر وولما زينجي بيشوفها بيستعيد كل ذكرياته وحب لونر وكل لحظاته معاها ولما باي بتمسك ايده علشان تساعده يوقف لعنة الموت اللي ختمته بيها كوي آر بتختفي وباي هي اللي بتفكها ويا اصلا ما كانتش فهم ايه اللي بيحصل وكوي آر كانت بتراعب ومصدومة ان باي بتمتع بالقوة العديمة اللي بتقدر تكسر اي ختم سحري مهما كان قوته زينجي بيرجع لحالته الاصلية وبيشكر جينجي وباي انه مساعده يتخلص من اللعنة وبيقول لجينجي ان باي قوية والسبب اللي خلاها تكسر اللعنة بسهولة انها تمتلك القوة العديمة وانها قوى مما يتخيل ويختفي بعدها زينجي كوي آر كانت فرحانة انها عصرت على باي وجواها حجر القوة العديمة وتفكر انها تقبض عليها وتسلمها الهيلونج وتكلف زوريه بمهمة انه يروح مدينة الملك ويقيت الجينجي ويقبض على باي ولما باي بتعرف ان الجدة ابضت على كوي آر بتقرر انها تروح معهم يحررون واعتهى لان بتقول لهم على الشيطان اللي كان بيساعدهم في الخفاء وبيحموا باي للتنبع لها لما بيقرر جينجي انه يروح عالم الشيطين زي يو بيرفض انه يروح معاه وبيقولون ده طريقه لازم يمشيل وحده خصوصا انه لو راح معاه هتتكشف حياته وانه ابن الملك شين زوري بيهاجم جينجي وبيضربه بصواق البلء كذا مرة بس جينجي بيتغلب عليه من غير ما تصاب لانه يستخدم قوة اللالون فجاب تظهر بنت من عشيرة الشياطين بتحمي جينجي وباي تصدق لزوري وبتكبره انه ينسحب لانه لو دخل في صراع مع عشيرة الشياطين هتكون ناعده وبعدها جينجي بيتفق معاه نات وصله لزعيم الشياطين وفعلا زعيمها بيوافق وبتنتقل معاه هو وولان وباي لعشيرة الشياطين تحت الأرض في الوقت اللي كان زيه راح جزيرة الوهم اللي دفن فيها سيف شين جينجي لما بنتقل العالم الشياطين بينفصل عن الباقيين وبيلاقي نفسه في مكان غريب لما بيدوس على الأرض الحجار بتتواهج من تحته وفاجأة نجم سيد الحرب بشاع تاني في الفضاء وبيظهر له حكيم عجوز وبيقول له انه هو سيد الحرب وبيقول له على رسالة من ست كلمات يحتاجهم بعدين علشان ينجح في مهمته ولما بيمشي في عالم الشياطين بس بينقذها منهم قائد وملك الشياطين قائد الشياطين بيسعب بايو بياخدها معا على الأسر وبيطمنها على أصحاب النوم هيقبلوها قريب لأنه جينجي بتقتلوا في الصحراء الغربية دي وبيشوفوا مجموعة من الشياطين بتقتلوا على قطرات الميا اللي تعتبر ندرة هنا جدا بيكتشف النوم جنس الشياطين اللي هي لونج حباسهم تحت الأرض من مئات السنين مش بيشوفوا نور الشمس أبدا وكانوا بتحجروا مع مرور الوقت في الوقت اللي كان جينجي بيدور على بايو بيسعب عليها الشياطين بيحصل زلزال والسماء بتتشأ وبينزل عليهم سخور مشتعلة لكله بيهرب منها دي كانت أول إشارة أن ختم الشياطين هيتكسر أخيرا بعد كل السنين دي وده بسبب جينجي اللي دخل عالمهم جينجي بينقذ بنته صغيرة وبيحميها وبيديها مياة تشرب زي ما هي عاوزة وكانت فرحانة جدا وبتساعدها علشان يوصل لقائد الشياطين في الوقت اللي كان بايو متفجأ أن قائد الشياطين بيقول عليها أنها الشيطانة وأنها كانت عيشة في عالم البشر طول السنين دي لما بتستغرب الملك بيقول لها الحقيقة وأن أبوها وأمها من الشياطين وكمان أبوها يبقى أخوه وأنها رب علته من زمان واستخبى في عالم البشر علشان يحميها هي والبلورة السحرية بايو ما كانتشي مصدقة ولما بيقول لها أن زاكرت أجدادهم موجودة في دمها وصدفة بايو بتلمس حجر بلوري وفجأة بيتواهج هو وكل الأحجار اللي زيه وفي مكان تاني في عالم الشياطين كانت البنت مع جينج ولان وتوصلهم السوق وهناك جينجي بيلاقي باي أخيرا الغريب أن باي لما بتظهر بينزل من السماء تلجل أول مرة من عصور طويلة والناس كلها كانت فرحانة وحسوا بالأمل أن اللعنة اللي اتفرضت عليهم هتتكسر قريب جينجي بيروح يقابل قيد الشياطين وبتفو سوى النوم يتعاونوا علشان يكسروا اللعنة ويحرروا الشياطين ويخلوهم يشوفوا نور الشمس من تاني في الوقت اللي كان قائد قبيلة تانية من الشياطين اسمه داوانج بيعزب اتنين من رجالته علشان بنته اختفت نعرف ان بنته هي البنت الصغيرة اللي كانت مع جينج بيخلكم رجالته يدوروا عليها ويروح يهاجم قائد الشياطين علشان يسلمها له بعد ما عارف انها عنده ساعة داوانج بيهاجمهم لما بنته بتظهر وكانت بخير بيتراجع عن الهجوم بسرعة بس فجأة البنت بتحس بالقلم ويديها كانت بتتحجر ساعة داوانج بيتقرب منها علشان تعالجها باي بيلمسة من يدها بتعالج الطفلة الصغيرة وبتمنع لعنة التحجر من انها تسيطر عليها وطبعا الكل كانوا مزهولين باي بعدها بتعرف من الملك ان الغرفة اللي سكنها فيها هي بيتها القديم واللي على حالته من يوم ما أهلها هربه وسبوه بيقولها ان يبقى أمها وانها عائلته الوحيدة اللي باية علشان كده كان بيحميها ويا في مدينة الملك وبيهديها البلورة السحرية اللي كانت مع أمها يوم ما ماته وبيقولها انه لما وصل البيت علشان ينقذهم كانوا ماتوا بالفعل ويختفت مش بيلاقي غير السلسلة دي فبيحتفظ لها بيها بعدها باي بتبدأ انها تعالج الناس من لعنة التحجر وتخليهم يرجعوا لحالتهم الطبيعية من تاني والناس ما بتصدق بس جنجي بيمنعها من انها تعالج أي حد تاني نفس الرأي وبيعيدوا الناس عنها باي بتصرح جنجي بحقيقتها وانها من الشياطين فعلا بتحكيله حكاياتها كلها في الأول هو بيتفاجئ شوية بس بيدايق من جواه علشان هي بتصق فيه وقالت له سر زي ده والحد الأم قال لها شن العميري بن الملك شين ويكتشف ان لان عارف انه شطان من البداية وان الجده لما حجمها في القرية كان بسبب كده بعدها جنجي وباي بيشوفوا مجموعة من الشياطين رايحين مقابرة الملك وبيموتوا هناك وبيتحولوا لتمثيل حجرية جنجي لما بيلمس الحجر اللي على قبر الملك بيرجع في الزمن وبيشوف الماضي وملك الشياطين كان بيدرب أخوه الصغير طول الوقت علشان يكون قوي بس زوجته لما بتمرد وبتتصاب بمرض التحجر الأخ الصغير اللي هو حاليا قائد وملك الشياطين بيروح جزيرة الوهم في عالم الجنيات علشان يجيب زهرة الفجر اللي فيها ترياء للمرض بس الشيخ الأكبر اللي كان لي عين تلتب جابهته بيهجمه وبيقوله إن الزهرة دي فيها المرض مش الدواء وإن ما فيش أصلا ترياء للمرض ده أبداً غير إن اللعنة تكسر والأخ الصغير بتصاب من رحية الزهرة بمرض التحجر وبيبدأ ينتشر على وشه وبيهجمه علشان يقتله بعد ما كشف السر ده بس من حظه إن أخون كبير كان وصله وبيحميه وبيتقاتل مع الشيخ الأكبر اللي بيصيبه أصابة جديدة بيموت بسببها بس في أنفاسه الأخيرة بينقل قويته الأخو الصغير باي ليان وبطلب منه إن يحمي عشرتهم وبينقلوا لعالم الشياطين ساعتها جنجي بعد ما عارف الحقيقة بيقرر إن يتعاون مع الشياطين ويساعدهم ويكسر اللعنة علشان يستحقوا إنهم يعيشوا في أمان ويقرروا مصرهم بنفسهم في الوقت اللي كانت بنت ده وأنجي بتتقلم ورجع مرض التحجر يسيطر عليها من جديد أو من الأول فبيخدها وبيجري على باي علشان تعالجها زي ما عملت قبل كده تفتكروا بقى جنجح ينجح في مسعاه ويتتحد مع الشياطين والبشر في مجهة الجنيات ويقضي على هي لونج علشان العوالم الثلاثة يعيشوا بإرادتهم وباي هتكون خطر علي فعلا زي ما الجدي تنبأ ولا لا ده إلا نعرفه في الحلقة اللي جاية لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشيل للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يصلكوا إشعار الحلقة الجديدة